اشتركوا في القناة ونفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أنزل الله جل وعلا القرآن رحمة للناس وسعادة وهداية لهم فالمسلم يفرح بالقرآن يفرح بحفظه وبفهمه وتدبره يفرح بأحكامه وقصصه يفرح بأوامره ونواهيه ويفرح أيضا بالاستشفاء به إذ هو شفاء للأمراض الحسية والمعنوية قال الله تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمُؤْمِنِينَ